السلام عليكم أعزائي الطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية نلتقي لهم بإذن الله تعالى مع حل وشرح الوحدة الثالثة من كتاب ويكان فري للفصل الدراسي الثالث لعام الدراسي 1445 وخمسة واربعون هجريا واليوم مع يونيت فري الوحدة الثالثة هانجينج اوت انتوين يعني التجول في المدينة النشاط الأول listen and fill the missing words يعني انصت واملأ الفراغات بالكلمات الناقصة حوار بين a و b قال له excuse me عذرا where is the نقط where is the post office رد عليه b وقال له go straight يعني اذهب مستقيما او سر الى الامام مباشرة and بعد ذلك turn left يعني اتجه الى اليسار او العطف يسار turn left and you will find it on your right وسوف تجد هذا المكتب مكتب البريد in your right يعني على يمينك in your right if it far from here سأله ايه قال له هل هو بعيد من هنا فرد عليه b وقال له it's only a few minutes يعني هي تبعد عدة دقائق او دقائق قليلة minutes a few minutes يعني عدة دقائق رد عليه ايه وقال له thank you شكرا رد عليه بي وقال له you are welcome عفوا you are welcome يعني عفوا number two say how to get there using the map يعني قل كيف تصل الى هناك عن طريق هذه الخارطة start at the circle ابدأ من عند موضع الدائرة لكي تصل الى البوست office هذه هي الدائرة فأمر من هنا من هذه الدائرة حتى اصل الى البوست office هنا number one where is train station اين تكون محطة القطار محطة القطار لكي تصل الى محطة القطار من هنا من عند هذه الدائرة فgo straight سوف تذهب مستقيما او الى الامام مباشرة بعد ذلك turn right وتتجه يمينا after elementary school وتتجه يمينا بعد المدرسة where is the bus stop اين موقف الاوتوبيس او محطة الاوتوبيس bus stop لكي تصل الى محطة الاوتوبيس فنقول go straight turn left and you will find it in your right تتجه الى الامام ثم تتجه يسارا فتجدها على your left تجدها على يسارا number number three where is elementary school اين مدرسة elementary school اذا go straight and you will find it go straight and turn right and you will find it in your left number three three hint squeeze اختبار من ثلاثة تلميحات او اختبار التلميحات الثلاثة اول hint اول تلميح it is a store هو مخزن انه محل number two it is usually very big هو عادة كبير جدا number three there are many kids عفوا there are many kinds of food in the store يوجد الكثير من انواع الطعام في هذا المحل ما هو هذا المكان هذا هو السوبر ماركت السوبر ماركت هو محل وكبير جدا ووجد فيه الكثير من انواع الاطعمة ننتقل بعد ذلك الى النشاط التالي listen and draw انصط وارسم في الصورة الاولى كما نجد هذا السهم يعبر عن turn right اتجه الى اليمين turn right يعني انعطف يمينا في الصورة الثانية سوف نقوم برسم سهم وهو سهم number b turn lift فنرسم سهم هكذا بهذه الطريقة هكذا ومعناه turn lift اي اتجه يسارا هذا turn lift يعني اتجه يسارا number three number c نرسم هذا السهم وهو معناه go straight go straight يعني اتجه الى الامام go straight يعني سر go straight يعني سر الى الامام go straight يعني سر الى الامام بعد ذلك number d سوف نرسم سهم يتجه الى اليمين ثم بعد ذلك الى اليسار هكذا بهذا الشكل فهو turn right and then turn left turn right يعني اتجه يمينا then ثم بعد ذلك turn left يعني اتجه الى اليسار number two draw a map from your house to your school يعني ارسم خريطة draw يعني ارسم map يعني خريطة ارسم خريطة من منزلك من منزلك من your house to your school الى مدرستك or to the nearest bus stop او الى اقرب nearest يعني اقرب او الى اقرب bus stop يعني محطة autobies او محطة الحافلات او train station او محطة قطار train station يعني محطة القطار or convince stores او الى اقرب بقالة الى اقرب محل store يعني محل convinced يعني بقالة محل بقالة فسوف تقوم ولا افترض ان منزلك في هذا المكان هذا هو المنزل مثلا وتكتب بجانبه my house هكذا منزلي ثم ونفترض ان المدرسة في هذا المكان وهنا يوجد مثلا محطة autobies او محطة حافلات وهي bus stop وتكتب هنا bus stop ثم بعد ذلك ترسم بعد ذلك ممكن ان نرسم هنا محل بقالة في هذا المكان محل بقالة ثم بعد ذلك تقول مثلا go straight بعد ذلك turn left and go straight بعد ذلك turn right بعد ذلك go straight you will find the school on front of you or on your left or on your right number three free hand squeeze اختبار الثلاثة التلميحات التلميح الاول there are usually a lot of children there يعني في هذا المكان يوجد العديد من الاطفال التلميح الثاني the children are usually first to sickest grades التلميح او الاطفال هناك عادة ما بين الصف الاول الى الصف السادس التلميح الثالث zero teacher zero يعني يوجد هناك معلمون ايضا اين هذا المكان هو elementary school يعني مدرسة ابتدائية في المدرسة الابتدائية في المدرسة الابتدائية يوجد تلميذ ويوجد طلبة من الصف الاول الى الصف السادس ننتقل بعد ذلك النشاط التالي listen and match يعني انصط وطابقة i am going to the نقط i am going to the book store i am baker i am flower store dvd store candy store stationary store فهذه الهنتس i am going to the number b baker او bakery فهذه number b الى الخباز number two you are going to the book store هذي number d number three he is going to the stationary store هو زاهب الى محل الادوات المكتبية هذي number a number four she is going to the flower store number f الى محل الورود محل بيع او محل الزهور number five we are going to the dvd store dvd store الى محل ال dvd او الاستوانات المدمجة هذي number e number six they are going to candy store فهذه number c candy store وهو محل الحلوى number two read and write the answer اقرأ واكتب الاجوبة a نقط sales stablers and stablers يعني يبيع الدباسة والدبابيس ما هو هذا المكان الذي يبيع stablers and stablers يبيع الدباسة والدبابيس هو محل الادوات المكتبية وهو stationary store number two المكان الذي يبيع الكندي الحلوى هو candy store number three المكان الذي يبيع الدي فيدي الأقراص المدمجة هو دي فيدي ستور هو محل لبيع الاصطوانات المدمجة number four نقط sales bread and cakes الذي يبيع الخبز والكيك او الكعك هو الخباز او المخبز bakery المخبز هو الذي يبيع البيت يعني العيش او الخبز والكيك number five نقط sales box المكان الذي يبيع الكتب هو book store book store هو مكان بيع الكتب number six رقم رقم نقط sales flowers الذي يبيع الزهور هو محل الزهور flower store ننتقل بعد ذلك الى number three three hand squeeze الاختبار من ثلاث تلميحات it is a store هو محل it is as usual smells very good غالبا او عادة رائحاته جميلة جدا you can get fresh breath yet تستطيع ان تحصل على خبز طازج هناك ما هو هذا المكان هذا المكان هو محل بيع المخبوزات او المخبز وهو البكري ننتقل بعد ذلك الى النشاط التالي listen and fill in the missing words انصط واكمل كلمات الناقصة number one i want bins انا اريد اقلام and pencils اريد اقلام جاف واقلام رصاص pencils يعني اقلام رصاص i am going to the station store يعني سوف اذهب الى محل الادوات المكتبية station restore يعني محل الادوات المكتبية number two i want some chocolate اريد بعض الشوكولاتة لذلك سوف اذهب i am going to the candy store سوف اذهب الى محل الحلويات number three i want some dvd's اريد بعض الاستوانات المدمجة ماذا سأفعل i am going to the dvd store سوف اذهب الى محل بيع الاستوانات المدمجة number four i want i want some breed اريد بعض الخبز الى اين اذهب i am going to the bakery سوف اذهب الى المخبز number five i want i want magazine اريد بعض المجلات فاين اذهب i am going to the book store سوف اذهب الى محل الكتب number six i want some plant اريد بعض النباتات اين فاذهب i am going to the flower store سوف اذهب الى محل بيع الزهور نشاط التالي listen again and practice the sentence انصد مرة اخرى وتورن وتدرب على هذه الجمل نشاط number three three hint squeeze نشاط من ثلاثة تلميحات تلميح الاول it is a restaurant هو مطعم تلميح الثاني it has drinks and some food لديها مشروبات واطعمة number three it always has fries and burger غالبا او دائما لديه بطاطس بقلية وبرغر ما هو هذا المحل او ما هو هذا المكان المطعم ننتقل بعد ذلك الى نشاط التالي listen and practice there was a little green house there was a little green house هذا هو النشيد number two change colors and say the shot يعني غير الالوان و اعد انشاد هذه الانشودة فسوف تقير الالوان الجرين هذه والبراون واليالو والاصفر والابيض والاحمر سوف تغير هذه الالوان لديك الوان هنا يعطيك الوان silver وغولد وبلاك وبلاك وباج ودارك جرين سلفر يعني فضي لون فضي جولد يعني لون الذهبي بلاك كلنا نعرفه يعني اسود اللون الاسود باج هو اللون البيج وهو المائل الى الابيض الدارك جرين وهو الاخضر الغامق دارك جرين يعني الاخضر الغامق light orange يعني البرتقالي الفاتح light orange يعني اللون البرتقالي الفاتح واللون grey يعني رمادي grey يعني رمادي وbright pink يعني هو لون الزهري الفاتح bright pink يعني زهري فاتح يعني لون الزهور الفاتحة هذه الالوان التي سوف استبدلها بالالوان الموجودة في هذه الانشودة واكتبها مرة اخرى number three three hint squeeze هذا النشاط من ثلاثة تلميحات everyone has one كل شخص لديه واحد من هذا الشيء we can't live without it لا نستطيع ان نعيش بدون هذا الشيء هذا هو القلب هيرت اذا هذا هو القلب هارت يعني القلب كل واحد يمتلك واحد منه وهو لا نستطيع نعيش بدونه وكذلك هو الذي ينقل الدم في جميع اجزاء الجسم النشاط التالي يعني يقول لك في هذا السؤال غير الابيات او غير كل كلمة المنزل لواحدة من هؤلاء الكلمات وبعد ذلك انش اذا هنا سنقول كان هناك صندوق اخضر صغير وهذا الصندوق الاخضر الصغير اذا سوف نستخدم كلمة بوكس ثم بعد ذلك فيش وفي هذا الصندوق الاسود ويوجد داخله صندوق صغير اسود وفي هذا الصندوق الصغير الاسود كان يوجد صندوق صغير ابيض والصندوق الصغير الابيض كان يوجد داخله داخله صندوق صغير احمر وهكذا مع باقي الكلمات فنقول الصغير وهكذا مع باقي هذه الكلمات النشط التالي انصت واكمل الكلمات النقصة هناك مكتب بريد قريب من منذلي نمبر نمبر ثو there are many نقط in my town there are many confinance store يعني محلات بقالة نمبر ثري there was نقط near our school when i was a little كان يوجد هناك محل candy store محل للحلويات بالقرب من مدرستي عندما كنت صغيرا there were many people in the street last night كان هناك الكثير من الناس في الشارع الليلة الماضية نشط نمبر ثري اختبار من فلاسة انشطة التلميح الاول it is an animal هو حيوان with big jaws and sharp teeth ولديه هذا الحيوان فك كبير واسنان حادة it is usually very big هو عادة كبير جدا it lives in water هو يعيش في الماء ما هو هذا الحيوان نعم الحيوان المفترس هذا هو shark القرش سمكة القرش هو هذا الحيوان المفترس الذي يعيش في الماء ولديه big jaws يعني فك كبير وشارب تيس وأسنان حادة النشطة التالي listen and fill the missing letters انصط وأكمل الحروف الناقصة هنا هنا في الكلمة الأولى نمبر هنا ينقصها حرف اليو وحرف الاي ومعناها منديل نمبر تو بلو ينقصها حرف اليو أيضا وحرف الاي بلو يعني اللون الأزرق نمبر تري كيوت ينقصها حرف اليو أيضا وحرف الاي كيوت يعني لطيف نمبر فور ينقصها حرف اليو وحرف الاي جون وهو شهر يونيو أو جون اسم شخص نمبر فايف جلو ينقصها حرف اليو وأيضا حرف الاي جلو معناها صمغة مادة لافقة نمبر سكس باربيكيو باربيكيو ينقصها حرف اليو وحرف الاي باربيكيو يعني الشواء نمبر تو read and match with the picture يعني اقرأ وطابق الصور مع الكلمات باربيكيو أين الصورة التي تعبر عن ذلك هي الصورة اتش التي تعبر عن الشواء باربيكيو نمبر تو هيوج يعني ضخمة أين الصورة التي تعبر عن هيوج أو الضخمة هي الصورة نمبر سي وهو الفيل الفيل ضخمة إذن كلمة هيوج يعني ضخمة كيوب نمبر ثري كيوب يعني مكعب و نمبر فورتيزو يعني منديل أو منديل نمبر فايف كيوت يعني قلنا لطيف و جلو يعني صمغ أين الصورة التي تعبر عن المكعب هي الصورة نمبر جي هذه تعبر عن المكعب الصورة نمبر جي الصورة التي تعبر عن المنديل وهي الصورة نمبر سي كما نرى سي هي التي تعبر عن المنديل بعد ذلك نمبر فايف كيوت ما الذي يعبر عن الشيء الكيوت وهي الصورة نمبر F تعبر عن هذا الكائن حيوان كيوت في الصورة F وأخيراً الصمغة التي تعبر عن الصمغة وهي الصورة نمبر A هذا هو الصمغة ننتقل بعد ذلك إلى النشاط نمبر 3 اختبار من ثلاثة تلميحات التلميح الأول It comes in a small bottle or tube هي تأتي في علبة صغيرة أو أمبوب التلميح الثاني It has strong smell وله رائحة أو لها رائحة قوية التلميح الثالث You use it to fix or stick things أنت تستخدمها لتصديح أو إلصاق الأشياء طبعاً تعرفنا يا أبنائي ما هو هذا الشيء هو الغلو أو الصمغة مادة الصمغة نستخدمها في لسق الأشياء أو تصليحها النشاط التالي listen and match يعني انصط وطابق then practice وبعد ذلك تمرن no barking أين الصورة التي تعبر عن no barking هي الصورة number A الصورة A هي التي تعبر عن no barking يعني ممنوع الوقوف هذه الإشارة أبنائي no barking يعني ممنوع الوقوف number two keep off the grass keep off the grass يعني ابتعد عن العشب أين الصورة التي تعبر عن ذلك keep off the grass الصورة number C كما نرى الصورة number C تعبر عن ذلك number three no skateboard يعني ممنوع التزلج أين الصورة التي تعبر عن ممنوع التزلج هي الصورة E كما نرى هنا فيها لوح التزلج وعليه شرطة أي ممنوع number four no bicycles ممنوع الدراجات أو ممنوع ركوب الدراجات أين هذه الصورة الصورة number B معناها ممنوع ركوب الدراجات في هذا المكان number five no shouting ممنوع رفع الصوت ممنوع رفع الصوت أين هذا المكان هو number D الصورة number D ممنوع الصراخ أو رفع الصوت number six library مكتبة أين الصورة التي تعبر عن المكتبة هي الصورة number I كما نرى library الصورة التي تعبر عن اتجاه المكتبة لnumber I بعد ذلك warning تحذير please switch off all cell phones تحذير من فضلك أغلق جميع الهواتف المحمولة وأين هذه الصورة هي الصورة G كما نرى في الصورة هذه الصورة تعبر عن أنه تحذير لغلق المحمول number eight please don't letter من فضلك لا ترمي القمامة أين هذه الصورة هي الصورة number H don't letter يعني لا تلقي القمامة هذه الصورة number H nine no eating ممنوع الاكل no drinking ممنوع الاكل وممنوع الشرب أين هذه الصورة هي الصورة number F ممنوع الاكل no eating no drinking الصورة F number ten no balls ممنوع لعب الكرة وهذه الصورة number G كما نرى no playing أو no balls هي الصورة number G النشطة التالية write the name the names of the signs اكتب أسماء هذه العلامات و use the hindus استخدم التلميحات العلامة الأولى وهي entrance يعني مدخل entrance كلمة entrance يعني مدخل number two excite يعني مخرج أو exit يعني مخرج هذه الكلمة معناها مخرج أي مكان للخروج entrance يعني مدخل وهو مكان للدخول number three police يعني شرطة هذه الصورة تعبر يكتب عليها police يعني الشرطة number four الصورة number four bus stop يعني موقف الأوتوبيس bus stop يعني موقف أوتوبيس number five public library يعني مكتبة عامة number six train station number six train station محطة القطار ننتقل بعد ذلك المنشاط التالي three hand squeeze اختبار من ثلاثة التلميحات التلميح الأول it is a sign هي علامة it is usually red and white وهي عادة أو دائما أحمر وأبيض it means don't go هي تعني لا تتحرك أو لا تنطلق ما هذه العلامة هي علامة stop علامة stop أو إشارة stop تكون مكونة من هذين اللونين الأحمر والأبيض وتعني ممنوع التحرك أو الانطلق هكذا عزينا قد أنهينا هذه الوحدة ألقاكم بإذن الله تعالى مع الوحدة الرابعة my dream فكيشن يعني أجازة أحلامي لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر